السلام عليكم. معكم محمود من قناة تروليف. ليه تركيا قادرة على غزو اوكرانيا وروسيا بسهولة بينما العرب غير قادرين على نفس الفعل. احنا اتنين وعشرين دولة عربية. عندنا انتاج اعلامي وثقافي وسينمائي ضخم كدير. متنوع. دول كتيرة وكل دولة معها ميزانياتها في الانتاج. اه مقابل دولة واحدة اسمها تركيا. اه تركيا بتتفوق وتغزو دول زي مولدوفا وزي رومانيا وزي روسيا وزي اوكرانيا. اعلاميا وثقافيا. اه وتجاريا بالاحرى. لان ده مع ده. كله مع بعض. وده بيساعد ده. ليه المنتجات التركية محببة جدا للشعب الروسي والاوكراني? ومنها احيانا منتجات بسيطة جدا اللي هو شارجل. الناس بسحام موجود في كل حتة. مرخيص. فيه انواع كتيرة جدا. فيه انواع مشهورة والناس معترفة بيها ومعتمد عليها. ليه بيروح يشتري التركي? يقول لك اصله تركيا. اسم كويس. اه زمان ما كانش المنتج الصيني لي رواج. دلوقتي المنتج الصيني لي رواج. لانهم قاعدوا يحاولوا كتير. جربوا في الناس. اه العرب ما عملوش نفس القصر. يعني احنا ما متصدرش كويس قوي لروسيا ولا اوكرانيا مسلا. دول انا بتكلم عليهم. اه عندنا مقدرة حتى نصدر لتركيا هي نفسها. بس اه ما بيحصلش. مش بتكلم على حيط التجارة بس. يعني اللي بيتصدر من الدول العربية لتركيا. يعني نقدر نقوله اكتر من تمانين في المية وده رقم مدقق يعني حقيقي. اكتر من تمانين في المية مواد خام. واللي طبعا معروفه. اللي بيبيع خام هو نفسه خام. اه خام في البزنس. خام في التجارة. خام في فهم الواقع اه الاقليمي. كذلك في الاعلام. اه قنواتك الاعلامية. قنواتك الثقافية. الافلام. المسلسلات. العمال الدرامية عمون. هل عندنا نقص? هتكلم عن مصر. اه لحد سنين قريبة كنا بننتج بالتمانين فيلم في رمضان يعني. تمانين اه قصدي مش فيلم مسلسل. تمانين مسلسل. وعندنا ما شاء الله يعني مصرين كتير قوي يعني. منهم مصرين بقوا ابطال واحدهم بيقوم المسلسل عليهم. اه وانتاج ضخم يعني مش مشكلة انتاج برضو. وبتبقى شركات انتاج ضخمة عربية مش بس مصرية بتنتج الافلام دي. الانتاج اللبناني برضو تقيل جدا وكتير. وغزيلة. ومتنوع. وبيشترك دلوقتي في لبنانيين ومصريين في نفس المسلسل. وسوريين وبتبقى ايه? خلطة حلوة جدا. طيب الكلام ده ما بيتوصلش للدول اللي برا ليه? تركيا نفسها جدا في الموضوع ده. نفسها يعني ناس كتيرة اتراك من اللي هم شغالين في المجال الاعماء اعلامي والصحفي. اما بوريهم بعض النسلسلات والافلام بتاعتنا اقل من عشرين وخمسة وعشرين سنة بيقولك ده مسلسل عبقاري. ده فيلم عبقاري. انتو الحاجات دي ماوصلت لناش ده عندنا زي تركي. واحد يقولك ده في مسلسل تقليد المسلسل بتاعكو. تركي اتعمل سنة الفين واحد وانتو عاملينه سنة ستة وتمانين مصري. مسلسل هندو الدكتور نعمان. يعني في مسلسلات كتيرة وافلام واعمال مصرية. يعني مثلا ايه? المرأة المجهولة. فيلم عربي قديم مصري. فيه زيه بالضبط اسمه مشهول كادن تركي. واللي مثل فيه اتنين من كبار الابطال الاتراك وقتها. سواء البطل او البطل. فبدون ما نخش في تفاصيل انت قادر ولكن ما جاش على بالك. كعرب ان احنا نغزو ونعمل دبلاج ونخش روسيا واوكرانيا. وسقفتنا تتروج اكتر. انتو عارفين يعني قبل مسلسلات التركية ما تغزو آآ روسيا واوكرانيا كان اللغة العربية لها رواج عامل ازاي? ودلوقتي بيت عامل ازاي? اللغة التركية كانت بعد اللغة العربية Hanis بمرتبة تانية. يعني فيه الرواج اكتر حاجة طبعا الانجليزي. اللغة العربية كانت رقم 3 او 4. والتركية كانت 6 ولا حاجة? دلوقتي اللغة التركية بقت رقم 3 واللغة العربية بقت رقم 5 او 6. يعني تضهورنا. في الرواج وحب التعلم اللغة العربية. ناس كتيرة كانت يعني تقولك انا اتعلم عربي على الناس روس يعني. اتعلم عربي عشان ناس كتيرة عايز اتعلم عربي. لكن دلوقتي في اخر سبع سنين اخر ست سنين اللغة العربية مش مهمة قوي زي ما كانت زمان. رغم انه قبل كده ما كانش فيه افلام ولا مسلسلات. لكن اما في حاجة جات مكان حاجة. خلاص. المسألة مش صراع بيننا وبين الاطراق. او عنف او سيطارة او كده. لا مجرد ان انا ثقافتي الناس تعرفها. دي جنب دي ممكن نمشي جنب بعض على فكرة. انا يعني هما الاطراق ينتشروا واحنا ننتشروا والبرازيل والماكسيك برضو مسلسلاتها تيجي على روسيا واوكرانيا. ليه لا? لكن دلوقتي ناس كتيرة من الروس تقريبا اه ومن بلا روسيا واوكرانيا وكل مناطق ما بيفوتوش مسلسل تركي لان بينزل ببروباجاندا واعلانات كتيرة وان قناة اشتريته وبقى وخلاص وهنزلو. وتركيا انتاجها السنوي من مسلسلات مش زي مصر خالص. خمسة عشرين في المية. عشرين في المية من الانتاج المصري السنوي في المسلسلات. رغم ان مصر معظم انتاجها في الرمضان شهر رمضان. السينمائي حتى اه مش قوي اوي اه في تركيا اه اد تقريبا الانتاج السينمائي في مصر. فمش اه زمان يمكن من عشر سنين كان انتاج السينمائي في مصر يمكن اعلى سيكة كده. حاجة بسيطة. فهي بس تعجب لي. ليه? احنا مش موجودين والاتراك موجودين. اه حاولت اجاوب بقدر الانكان بالمعلومات اللي عندي. اه الناس دي دخلت تجاريا وثقافيا وسياسيا وفي كل المجالات مرة واحدة. مفيش حاجة سابقة حاجة. وفي النهاية النجاح احنا شايفينه. حاجة لا ينكرها احد. لا تنكرها عين. اتمنى ان نشوف الثقافة العربية. مش بس مسلسلات وافلام وحاجات هبطة مثلا ولا اغاني. لا عايزين المسلسلات والحاجات العبقرية اللي هي كانت مصر بتتميز بيها على الوطن العربي وفي المنطقة كلها. اه في سنين طويلة. اه قبل بقى مرحلة الهالس بقى والشعبيات والحاجات اللي دخلت على الثقافة المصرية خطأا وهتعبر وتعدي ان شاء الله. اه نهاية الحلقة. خلاص. اي مش دعوة يائسة. لا دي دعوة بناء ودعوة تقدم. وان منتجاتنا فعلا يتروج لها بشكل كويس. اه في روسيا واوكرانيا وبلا روسيا. نشوفكم على خير. في حفظ الله. سلام عليكم.